هل تتعجب من قصات الشعر الغريبة التي تراها في الشوارع وعبر الشاشات إذا أردت أن تجنبها أولادك فابحث عن الحلاق المسلم الصالح فالحلاق المسلم يحتسب فعل ما يحبه الله تعالى من التجمل المباح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ويمارس الدعوة إلى الله بوضع كتيبات إسلامية في صالونه فيقرأها من ينتظر دوره ويشغل التلفاز على برامج هادفة ويتميز بالأمانة فلا يفشي أسرار زبائنه فربما اشتكى إليه أحدهم عيبا باطنا أو أمرا محرجا وإذا كان عاملا أجيرا أدى الأجرة كاملة لصاحب المحل ولم يختلس منها شيئا ومن الأمانة ألا يعطي شعر الزبائن لأحد لألا يعمل به سحرا فقد صنع لبيد بن الأعصم اليهودي سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وهي ما يسقط من الشعر ولا يصف وصفات طبية هو جاهل بها حتى لا يؤذي أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن ولا يحلق اللحى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ولا ينمس أي لا ينتف شعر الحواجب فعن ابن عباس قال لعنت النامصة والمتنمصة ولا يعمل الوشم لأحد فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات ولا يقص القصات المحرمة كالقزع وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه ولا يحلق الحلاقات التي فيها تشبه بعادات وثقافات غير إسلامية ففي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم ولا يصنع القصات التي بها تخنث وتشبه بالنساء فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ويتميز بالنظافة والمحافظة على صحة الزبائن وسلامة البيئة وتجن بما ينشر الأمراض المعدية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار